بسم الله الرحمن الرحيم كما يعرف الجميع أطلقت هواوي هاتف نوفا 5T مؤخرا في الأسواق السعودية في هذا الفيديو أتكلم عن أبرز ما يقدمه هذا الهاتف المتميز بتصميمه الجميل وعتاده القوي بالإضافة للسعر اللي فيه متناول الجميع يقدم لكم الهاتف تصميم غير مألوف بألوان جميلة مع نقش لعلامة نوفا بتأثيرات ثلاثية الأبعاد أعطت الهاتف شكل فريد من نوع من الخلف تحديدا يملك الهاتف عتاد قوي بل ممتاز فهناك المعالج القوي كيرين 980 مع 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت ذاكرة تخزين ولا يفوتني هنا أن أمر على البصمة اللي تأتي من الجنب هذه المرة وسترون قديش هي سريعة في الاستجابة بالسريعة جدا يتميز الهاتف أيضا بوجود كاميرات ربعية من الخلف تدعم الدكاء الاصطناعي وتقدم كافة المزال اللي تعودنا عليها في كاميرات هواتف هواوي مثل الزاوية الواسعة والبوكي والتقريب والتصوير الليلي بالإضافة لوجود عدسة الماكرو للتقريب أيضا يوجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل على شكل الثقب داخل الشاشة كما هي عادة هواوي البطارية دائما ضمن الأمور متميزة في أي هاتف نجد في هاتف نوفا 5T بطارية بسعة 3750 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 22 واط يشحن البطارية 50% خلال نصف ساعة يقدم الهاتف أيضا مزايا مثل GPU Turbo 3 ويدعم NFC والشريحتين وفلاتر الفيديو الذكية بالإضافة لأميزة هواوي شير للمشاركة ويعمل بواجهة هواوي AMUI 9.1 في حال كنت تستاعد عن خدمات تطبيقات جوجل فهي موجودة وتعمل بشكل طبيعي ردا على استفساراتكم نجد أن النوفا 5T بالمقارنة مع هاتف مثل الجالكسي A70 يتميز بعدة أشياء مثل جودة التصنيع المعالج وسعة الرام ووجود أربع كاميرات خلفية بينما يتميز الجالكسي A70 بوجود شاشة OLED وبطارية أكبر ودعم للذاكر الخارجي أخيرا نوفا 5T متوفرة الآن في المتاجر الكبرى بسعر 1499 ريال وهناك أيضا باكيز متميز يشمل هاتف نوفا 5T مع سماعة هواوي فريليس بسعر 1699 ريال شكرا لكم على المتابعة وبالتوفيق للجميع